مرحبا بكم مشاهدي الكرام ونحن نعيش مع خير الكلام كلام الله عز وجل نواصل حديثنا حول آيات صورة النازعات والله تبارك وتعالى يذكر أحوال الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم وتذكروا ما كانوا عليه في الدنيا وندموا على ما كان من التقصير والتفريط ولكن لا ينفعهم الندم ولا تنفعهم الذكرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ولكن لا ينفع هذا الذكر ولا تنفع هذه الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فالله يخبرك بما سيكون منك يوم القيامة إن لم تتدارك إن لم تتدارك وإن لم تتذكر وأنت في دار الدنيا وتستعد للقاء لا ستندم ولكن لا ينفع الندم ستتذكر ولن تنفعك الذكرى وأنت الآن ما زلت في دار العمل ما زلت في دار العمل إذا تذكرت نفعتك الذكرى وإذا عملت نفعك العمل فمن الآن تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء تذكر أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول فأعد للسؤال جوابا هكذا أمرنا الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاشقون فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى برزت أظهرت برزت ظهرت فصار الناس كلهم يرونها كما قال سبحانه وتعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين قال وأزلفت الجنة المتقين وبرزت الجحيم للغوين وقال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالناس يوم القيام قسمان قسم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ونسوا لقاء الله تبارك وتعالى ولم يستعد له فأما من طغى والطغيان هو مجاوزة الحد كل شيء تجاوز حده فقد طغى فمن تجاوز حدوده ولم يقف عندها ولم يقم بما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله هو عبادته وحده لا شريك له كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخون جهنم داخلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني على الآخرة غرته الحياة الدنيا بزخارفها وزينتها فانشغل بها عن العمل الآخرة وصارت الدنيا أكبر همه وصارت الدنيا أكبر همه فإن الجحيم هي المأوى كما قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا أي قال أهل الجنة لأهل النار مجيبين إياهم قالوا إن الله حرمهما أي الماء والرزق إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فليوم ننساهم كما نسأل لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد ذم الله تبارك وتعالى أهل الدنيا الراضين بها المؤثريهم على الآخرة وتوعدهم بالنار في أكثر من آية قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فأما من طغى وآثر حدى الدنيا فإن الجحيم هي المأوا فالحضر كل الحضر من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والرضى بها وإيثارها على الآخرة الحضر كل الحضر الحذر من ذلك فإنه سوب الهلاك وسوب العذاب كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها فأما من طغى وآثر حدى الدنيا فإن الجحيم هي المأوا يقول عمر بن العاص رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الإسلام لا يحرمك ولا يحرم عليك طيبات الحياة الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الممتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم بمؤمنوا الإسلام لا يحرمك أيها الإنسان ولا يحرم عليك طيبات الحياة الدنيا ولكن الإسلام يلفت نظرك إلى ما هو أطيب وخير وأبقى فخذ من طيبات الدنيا ما شئت من غير صرف ولا مخيلة ولكن لا تجعلها أكبر همك وتطلع إلى ما هو خير وأبقى يقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطي المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعم والحر ذلك مهتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب قل قل لهم يا نبينا قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فالإسلام لا يحرم الإنسان من طيبات الحياة الدنيا ولا يحرم عليه ولكنه يريد منه أن يتطلع إلى ما هو باق إلى ما هو دائم ولا يحرص على الفاني الزائل الدنيا فانية زائلة والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة ولقد عاب الله تبارك وتعالى الحريصين على الدنيا وحدها ومدح الحريصين على الدنيا والآخرة قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لو في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذب النار أولئك لهم نصب ما كسب والله سريع والحساب والأمر كما قال علماء بني إسرائيل لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدنيا الأخرة ولا تنسى نصبك من الدنيا وأحسن كما أحسن أليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فمن آثر الدنيا بعد كل هذه المواعظ فالنار أولى به فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى وأما من خاف ما قام ربه الذي يقومه بين يديه سبحان يوم القيامة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى من آمن بالله وبلقاء الله تبارك وتعالى من أيقن أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول فكلما دعاه الهوى إلى شهوة قال إن الله حرمها عليك وكلما دعت نفسه الأمار بالسوء إلى معصية قال إن الله حرمها عليك وإن الله سائلني عنها يوم القيامة وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فلا تنر الجنة أيها الإنسان إلا بمخالفة هواك وطاعة مولاك فإياك أن تطيع الهوى وتخالف المولى سبحانه وتعالى عليك بطاعة الرب وعصيان الهوى وإياك وطاعة الهوى وعصيان الرب سبحانه وتعالى فإن الله ذم أهل الهوى وتوعدهم قال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوك مثل الكلب إن تحمل علي يلهث أو تتركه يلهث وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفل تذكرون فإياك واتباع الهوى فإن الهوى من أكبر أعدائك كما قال بعضهم إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائك فخالف هواك وأطع مولاك وتذكر يوم لقائه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أهوال القيامة وأحوال الناس فيها ودلاء إلى إمكان البعث فختم الصورة ببيان أنه لا يعلم متى الساعة إلا هو فإن المكذبين بالقيامة المنكرين للبعث كانوا دائما يستعجلونها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة متى هي قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا وفيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إليه يرد علم الساعة وعنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة فليعلم متى الساعة ملك المقرب ولنبي مرسل فضلا عن ولي صالح علم الساعة علم اختص الله تبارك وتعالى به ولذلك لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله سلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيانا مرساة فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر وليس عندك علمها أنت منذر والمنذر هو الذي يخوف الناس ويحذرهم مغبة الإصرار على الكفر والتكذيب والمعصية إنما أنت منذر ولكن من ينتفع بالإنذار ومن يخاف إنما أنت منذر من يخشاها فالذين يخشون ربهم ويخافونه ويتقونه هم الذين ينتفعون بالذكرى هم الذين ينتفعون بالموعظة هم الذين يخافون إذا خوفوا يخافون إذا خوفوا أما القاسية قلوبهم فإن الله تبارك وتعالى قد قال عنه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا إنما أنت منذر من يخشاها ثم بيّن الله تعالى حقيقة الدنيا يوم القيامة ونظرة الناس إلى الوراء بعد بعثهم من قبورهم قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في الدنيا إلا عشية أو ضحاها والعشي والعشي ما بعد الزوال إلى المغرب فكأن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضحاها يعني يوما أو بعض يوم وهذا ما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أناس توفاهم سنين ثم بعثهم في الدنيا ثم بعثهم في الدنيا لحكمة أرادها سمع وتعالى وسئلوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ومع ذلك قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالعمر مهما طال قصير العمر مهما طال قصير فإياك أن تضيع عمرك في غير ما ينفعك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى العمر مهما طال قصير فاغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك هكذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وفي هذه المعاني يقول الشاعر الحكيم تزود من التقوى فإنك لا تدري إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسدت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتج طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القبر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصلحة لهم مغفرة وأجر كبير كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضخاة يوما أو بعض يوم ولذلك قالوا الدنيا ساعة فاجعلها طاعة الدنيا ساعة فاجعلها طاعة اغترم حياتك ولا تضيع وقتك فإن وقتك هو أغلى ما تملك في هذه الحياة وقتك أغلى ما تملك في هذه الحياة وهو رأس مالك في تجارتك مع الله تبارك وتعالى والتجارة إنما تدوم بدوام رأس المال فإذا انتهى رأس المال كسلت التجارة وكذلك أنت أيها الإنسان في دنياك رأس مالك في تجارتك مع مولاك وعمرك فإذا انتهى وقفت تجارتك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله انقطع عمل لماذا؟ لأنه نفد رأس ماله والوقت عمرك وقتك احرص عليه لا تضيعه فإنك مسؤول يوم القيامة عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أمضاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فالإنسان مسؤول يوم القيامة عن عمره ماذا عمل في العمر عمرت سنين طالت أم قصرت ماذا عملت فيها ولذلك إذا سأل أهل النار يوم القيامة الخروج من النار كان الجواب إنك عشت في الدنيا ما عشت لماذا لم تعملوا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فأجيبوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ لَقَدْ مَكَّنَكَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَأَطَالَ عُمُرَكَ وَأَمْرَكَ بِالْعَمَلْ وَذَهَابَهُ مُمِنَا وَغُمُمِنَا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة